مشاهدين أسعدتم مساء ملخص لأحوال الجوية لاحظ أن الطاقس ربيعي لطيف في يوم الخميس وأيضا أجواء مستقرة ومشمسة خاصة في النهار وارتفاع على درجات الحرارة يوم السد أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ اختفاء اللون الأخضر الذي يمتاز بدرجات حرارة أقل وبالتالي سيطرت اللون الأصفر والأحمر على المملكة تدريجيا وبالتالي هناك ارتفاع تدريجي وواضح على درجات الحرارة خاصة يوم الخميس والجمعة يوم الجمعة بيكون واضح والسبت أيضا واضح أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء تقريبا لطيفة في بداية الليل لكن تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر درجات الحرارة الصغرى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والصغرى المتوقعة بعمان بحدود 10 درجات مئوية طبعا مع ظهور بعض السحب المتفرقة الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الخميس أجواء مشمسة لطيفة نهارا درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى المتوقعة بحدود 21 درجة مئوية الأجواء بالليل تميل قليلا إلى البرودة خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية كذلك يوم الجمعة أجواء لطيفة مشمسة بالنهار درجات الحرارة حول معدلاتها العظمى المتوقعة يوم الجمعة 21 درجة مئوية بينما الأجواء بالليل تميل قليلا إلى البرودة خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية لكن إن شاء الله السبت ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون واضح في درجات الحرارة الصغرى يعني بتكون الأجواء تقريبا مشمسة معتدلة نهارا والعظمى بتكون بحدود 22-23 أعلى من المعدل بقليل لكن الصغرى بتكون بحدود 16 درجة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات يعني بتكون الأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا يوم السبب بإذن الله الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة في المناطق الشمالية أجواء مشمسة لطيفة بالنهار تميل قليلا إلى البرود ليلا إربط 23-11 عجلون 22-11 جرش 24-12 والمفرق 24 إلى 11 درجة مئوية المناطق الوسطى البلقاء 21-12 مأدبة 22-11 البحر الميت 28-18 وعمان 21 إلى 11 درجة مئوية الزرقاء العظمى المتوقعة 24 والصغرى 12 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء لطيفة إلى معتدلة في النهار وأيضا تميل قليلا إلى البرود ليلا الكرك 21-12 الطفيلة 20-12 الشراه 18-9 العقبة 29-17 ومنطقة معان 25 إلى 11 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل لكن تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر الأزرق 27-13 الصفاوي 30-12 ورويشد 26 إلى 12 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ولكم أجمل تحية من طبس العرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة